بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض كورس جديد كورس مهم جدا اسمه managerial accounting قبل ما نبدأ الكورس سوا الكورس ده شباب بيرد على الناس اللي بتقول ان ممكن المحاسبة تندثر او تنتهي وده طبعا كلام ملوش اي ايمان اللي هيثبت الكلام ده هو مش انا الكورس اللي احنا بندرسه هيعلمك ان ما فيش قرار بيتاخد في الشركة الا يكون بناءا على معلومة بتقدمها accounting عشان كده بقولك ان الكورس ده هو مهم جدا وممتع جدا طيب تعال نبدأ بقى مع بعض ان شاء الله دلوقتي احنا هنبدأ بشابتر 1 عنوانه ايه بيتكلم عن حاجة اسمها nature of managerial problems التشابتر ده احنا هنتكلم فيه عن كام طوبيك هنتكلم فيه عن 7 طوبيكس سبع مواضيع اول حاجة بالتأكيد هنتكلم عليها دلوقتي هو اصلا يعني ايه managerial accounting ده اول موضوع هنعرف فيه يعني ايه managerial accounting تاني موضوع هنتكلم عن الفرق المبين المحاسبة اللي احنا كنا بتدرسها في سنة اولى و سنة تانية اللي اسمها financial accounting الفرق مبين حاجة اسمها financial accounting وفرع اخر من فروع المحاسبة اللي احنا بتدرسه دلوقتي اسمه managerial accounting الفروق اللي مبينه مش بس كده في تالت موضوع هنتكلم عن الفرق مبين cost accounting محاسبة التكاليف والmanagerial accounting هل هم هم ولا فيه اختلاف هنعرف برده في الموضوع الرابع هنبدأ بقى نخش في شوية مواضيع من الادارة من management هنتكلم عن حاجة اسمها managerial problems هنعرف يعني ايه اصلا managerial problems بعد كده هنتكلم عن types of managerial problems وهنتكلم عن characteristics of difficult problems واخر موضوع ان شاء الله عندنا في التشابتر ده موضوع اسمه barriers to problem solving دي ان شاء الله ال road map اللي احنا هنمشي عليها خلال التشابتر تعالى بقى نسمي الله ونبدأ اول تشابتر عندنا اول حاجة عايزين نعرفها دلوقتي يا شباب هو احنا بتدرس حاجة اسمها accounting لا الاكاونتن يا شباب هي علم كبير جدا علم ايه كبير جدا بيتفرع منه علوم صغيرة احنا اول فرع من فروع المحاسبة درسناه كان في level 1 و level 2 كان اسمه ايه اسمه financial accounting اللي احنا بنسميها بالعربي يا شباب محاسبة مالية بعد كده في level 3 اتكلمنا عن فرع اخر من فروع المحاسبة اسمه كوست اكاونتنج والكوست اكاونتنج دي فاكر كنا بنسميها ايه بالعربي محاسبة التكاليف وان شاء الله السمستر ده ان شاء الله السمستر ده هندرس فرع اخر من فروع المحاسبة اسمه managerial accounting مبدئيا كده قبل ما نعرف معناها بالعربي المانجيريال اكاونتنج دي بنسميها اسمه تاني بنسميها management accounting طيب المانجمنت او المانجيريال اكاونتنج بنسميها بالعربي ايه ركز معي الله يخليك بنسميها بالعربي المحاسبة الادارية واكيد تسميتها دي وراها سبب احنا هنعرف ليه بنسميها محاسبة ادارية بعد شوية وكمان في فروع اخرى للمحاسبة هل هم التلت في الفروع دول بس لا في فروع اخرى في فرع درسناها برضو قبل كده اسمه auditing والauditing دي اللي احنا كنا بنسميها بالعربي المراجعة وفي فرع غير دول خالص اسمه tax accounting في فرع غير دول خالص اسمه governmental account يبقى اول حاجة عرفناها ان المحاسبة علم كبير جدا احنا بندرس الفروع بتاعته واحنا دلوقتي ان شاء الله هندرس فرع من فروعه اسمه managerial accounting او management accounting اكتب لي الجملة اللي انا هقول لك عليها لكل فرع من فروع المحاسبة غرض معين يعني الفروع دي مش موجودة منظرة كل فرع بيقدي هدف معين عشان كده احنا بندرس كل الفروع فركز معايا بقى كده الله يخليك احنا عايزين نعرف دلوقتي ايه هي المحاسبة الادارية طيب بص يا شابر اول حاجة انت عشان تعرف تعريف المانجيريال اكاونتنج او المانجمنت اكاونتنج اللي احنا بنسميها محاسبة ادارية انت لازم تسأل نفسك تلات اسئلة كم سؤال؟ تلات اسئلة اول سؤال ايه هي المحاسبة الادارية تاني ايه هي المحاسبة الادارية اتنين مين بيستفيد منها مين بيستفيد منها تالت حاجة مش انا لسه اقللك اكتب معايا لكل فرع من فروع المحاسبة غرض اه احنا عايزين نعرف المحاسبة اللي اسمها ادارية دي غرضها ايه ماشي وغرضها ده اهم حاجة هنيجي نتكلم فيها بص يا سيد انا عايز اعرف ايه هي المحاسبة الادارية لا انت عرفت خلاص المحاسبة الادارية هي فرع من فروع ايه المحاسبة طيب يبقى المحاسبة الادارية هي فرع من فروع المحاسبة مين اللي بيستفيد منها حلو جدا فاكر لما قلتلك ان احنا بنسميها محاسبة ادارية وقلتلك السبب التسمية ده اكيد وراه هدف او وراه سبب حلو جدا هو مين اللي بيستفيد منها او مين اللي بيطبق المحاسبة الادارية استنى اللي بيستفيد من المحاسبة الادارية هي ادارة الشركة او اللي بيطبق المحاسبة الادارية في الشركة هي ادارة الشركة عشان كده بنسميها دي محاسبة الادارة دي المحاسبة الادارية يبقى مين اللي بيستفيد من المحاسبة الادارية ادارة الشركة حلو طيب غرضها ايه الغرض من المحاسبة الادارية هي ان هي بتقوم بتوفير معلومات ايه بتوفر معلومات استنى هي بتوفر للمعلومات المين للإدارة طيب أنا كإدارة لما المحاسبة دي توفر لي معلومات هستفيد ايه ده ده انت هستفيد جدا هتستفيد ان انت هتعرف تعمل ايه اتخاذ قرارات يبقى بناء على المعلومات اللي بتوفرها المحاسبة الإدارية الإدارة بتروح تتخذ قرارات هي دي المانيجيري الأكاون طيب يبقى اول حاجة عايزين نعرف دلوقتي تعريف المانيجيري الأكاون تعريف المانيجيري الأكاون عندك كذا تعريف كلهم بيقدوا نفس الوظيفة اعرف اي واحد فيهم ارى بس كده خلاص طيب تعالى نقرأ اول تعريف يلا اول تعريف قلتلك ان المانيجيري الأكاونتنج هي sub field of accounting هي فرع من فروع المحاسبة that provide الفرع ده غرضه ايه بيوفر معلومات يا طرى المين انت عرفت خلاص هو بيوفر معلومات للإدارة او المانيجيرز والإدارة دي هم internal users والexternal users internal users الانترنال يوزرز هم الناس اللي جوه الشركة وخلي بالك ما ينفعش المعلومات اللي بتوفرها المانيجيري الأكاونتنج حد من بره الشركة يعرف عنها حاجة دي اسرار الشركة خلي بالك يبقى اللي بيستخدم المانيجيري الأكاونتنج هم الانترنال يوزرز بس طيب المحاسبة دي بتوفر لي معلومات ولما بتوفر لي معلومات بناءنا عليها باجي عامل حاجة اسمها decision making خلاص اوكي فيه تعريف تاني التعريف الاولاني صح والتعريف التاني صح وفيه مليون تعريف عادي بس دول اهم اتنين التعريف التاني بنقولك ان المانيجيري الأكاونتنج هي عبارة عن شوية techniques طرق بتيجي تطبقها في الشركة مين اللي بيطبقها الادارة طيب لما الادارة بتطبق الطرق دي اللي احنا هنعرفها ان شاء الله خلال الكورس بتاعنا بتستفيد ايه بتستفيد ان هي بتساعدها في establishing plans خلي بالك المحاسبة الادارية بتساعد في عملية التخطيط لمستقبل الشركة ده مش بس كده ده كمان هي بتساعدنا في ان احنا ناخد او نعمل حاجة اسمها rational decisions قرارات رشيدة قرارات صح مش بس كده ده كمان بتساعدنا في عملية حاجة اسمها controlling controlling يعرف يعني controlling اكيد اللي هي بنسميها بالعربي الرقابة يبقى لو خدت بالك التعريف ده قال ان الماناجيريا accounting بتساعد الشركة في حاجتين planning و 컨ترولين طب ما تيجي تفتكر كده يعني ايه planning ال planning هي عملية ان انا بحط خطة ازاي احقق هدفي ازاي اوصل لهدفي انا هدفي ان انا بعد ما اخلص الاربع سنين تقدير يكون امتياز طب انا ازاي اوصل للهدف ده بنسميه plan لازم اجيب في السنة الاولى امتياز التانية امتياز التالتة امتياز الرابعة امتياز يبقى تقديري كله في الاخر هيبقى امتياز طريقك لتحقيق هدفك ده بنسميه الخطة يبقى describe how the organization will achieve its objectives ازاي هنحقق اهدافنا دي الخطة طب يعنيه controlling controlling معناها رقابة برضو اهلا وسهلا يعني ايه رقابة الرقابة ان انت بتشوف اهدافك بتتحقق ولا الخطة اللي انت حطتها ماشيين عليها ولا لا دي بنسميها رقابة يبقى تعريف controlling هي ايه هي process of implementing انا بروح هنفز الخطة بس لا وبشوف بعمل تقييم if objectives are achieved or not بشوف هل اهداف اتحققت ولا لا اوكي طيب كده احنا عرفنا تعريف المانجيريال accounting دلوقتي هنخش في تاني موضوع عندنا هو ايه الفرق ما بين المحاسبة اللي احنا كنا بندرسها بلكده اللي اسمها financial accounting والفرق ما بينها هو ما بين المانجيريال accounting طيب بص يا سي اول حاجة لازم تبقى عارف ان financial accounting اسمها محاسبة مالية جميل قلتلك لكل فرع من فروع المحاسبة هدف طيب احنا عايزين نعرف هو financial accounting دي كان هدفها ايه بص من الاخر كده الفينانشل accounting دي يا شباب احنا بنروح نطبقها في الشركات لما بنطبقها في الشركات هدفها في الاخر ان هي تطلع لنا اخر كل سنة حاجة اسمها financial reports التقارير التقارير المالية يبقى الغرض من المحاسبة المالية ان هي تطلع لي تقارير مالية فاكر التقارير المالية دي بيبقى جوها income statement اللي هي بتعرفني الشركة كذبانة ولا خسرانة balance sheet بتعرفني الشركة عندها assets بقد قد قد وعندي equity قد قد عندي statement ثالثة اسمها cash flow statement بتعرفني cash in والcash out طبعا فيه statements اخرى طيب يبقى نفهم من كده ان الغرض من financial accounting ان احنا نطلع financial reports وخلي بالك الشركة لما بتيجي تقول انا كسبت كذا او خسرت كذا او انا عندي assets بكذا او علي liabilities بكذا هي بتقول المعلومات دي لنفسها لا هي بتقول المعلومات دي للناس اللي خارج الشركة المستثمرين الحكومة مصلحة الدرايب يبقى الغرض الاساسي ان الشركة بتيجي تعمل عشانه financial reports الناس اللي جوه الشركة بس الغرض الاساسي من financial reports ان اللي يقراها external users هل ده معناه ان internal users مش بيستفيدوا من financial accounting لا بيستفيدوا لكن احنا بنسمي عندنا external users في financial accounting بنسميهم primary users يعني ايه primary users دول اهم ناس عندنا ده هينقلنا للنقطة التانية هو مين اللي بيستفيد من المحاسبة المالية اللي جوه الشركة واللي برا الشرك بس احنا اصلا هدفنا الاساسي مين external users عشان كده بنسميهم primary users اوكي طيب فاكر قلتلك قبل كده ان احنا في المحاسبة المالية زي ما المحامي بيمشي على قوانين المحاسب بيمشي على قوانين لكن احنا عندنا في المحاسبة بنسميها قوانين لا انت راجل بقى كبير احنا بنسميها ايه معايير انا لو راجل شغال محاسب مالي لازم اطبق معايير المحاسبة المالية يبقى النقطة التالتة هنشوف حاجة اسمها compliance with accounting standards كلمة compliance معناها تطبيق المعايير المحاسبية او التوافق مع المعايير المحاسبية خلي بالك لو انت محاسب مالي لازم تطبق require لازم تطبق القوانين بتاعتك لازم تطبق معايير ما فاش زور طيب التقارير اللي بتطلعها الشركة مين اللي بيقراها المستثمرين الحكومة البنوك وهكذا الراجل المستثمر ده ما عندوش وقت عشان كده بنحاول على قد ما نقدر ان التقارير اللي تطلعها ال financial accounting تكون concise concise يعني مختصرة يبقى details of reports اللي احنا بنطلعها في المحاسبة المالية بتكون مختصرة لحد ما طيب كده احنا خلصنا financial accounting تعال نقرأ بقى او تعال نخش بقى على managerial accounting هي managerial accounting اول حاجة الobjective بتاعها ايه انت خلاص عرفت بتوفر معلومات للإدارة عشان نتاخذ قرار بناء على المعلومات دي خلصت خلي بالك من ال users مين اللي بيستخدم managerial accounting هما internal users بس حلم هل انا لو راجل شغال محاسب اداري عندي معايرة طبقها او ملزم بالمعايير دي لا not required في المحاسبة المالية انت لازم تطبق معاييرها لكن managerial accounting مفيش اصلا معايير ليا خلاص حتى لو في معايير دي محاولات ولسه محاولات ضايفة طيب not required التقارير اللي بنطلعها في managerial accounting بتبقى more detailed مفصلة اكتر عارف ليه مفصلة عشان دي بناء على المعلومات اللي جواها بناء على المعلومات اللي جوا الريبورتس دي هناخد قرار اكيد لازم لما ناخد قرار ناخد قرار مدروس بناء على معلومات مفصلة عشان كده بنقول عليها more detailed حلم تعال بقى نخش على حاجة تانية احنا كده عرفنا الفرق ما بين financial accounting والmanagerial accounting تعال بقى نخش على ثالث حاجة عندنا في التشابتر للأسف في ناس فهمة ان cost accounting هي هي managerial accounting وده غلط تماما تعال نعرف الفرق ما بينه ال cost accounting يا شباب فاكر اسمها ايه بالعربي بنسميها بالعربي محاسبة تكاليف من اسمها هي بتهتم بحساب تكلفة تكلفة ايه المنتجات اللي انا بنتجها او الخدمات اللي انا بقدمها يبقى لما اجي اسألك ال objective الهدف من ال cost accounting is to determine ان احنا نحدد نحدد ايه تكلفة cost تكلفة ايه products منتجات او الخدمات اللي احنا بنقدمها لكن الهدف من ال managerial accounting هو ده لا احنا قلنا الهدف من ال managerial accounting ان ال managerial accounting بتوفر معلومات للإدارة وبناء على المعلومات دي الإدارة بتروح تعمل ايه decision making وبناء على المعلومات دي برضو انا كاتب لك هنا معلومة ان احنا بنيجي نعمل solving للproblems بنحل المشاكل اللي بتواجهنا في الشركة طيب كتب لك حاجة تانية ان ال cost accounting اللي scope بتاعها او النطاق بتاعها is not wide ال cost accounting هدفها محدد احسب تكلفة لكن المانجيريال accounting يا شباب عام واشمل من كده بكتير ال scope بتاع المانجيريال accounting هو wider scope انت عارف ان احنا جوه المانجيريال accounting ممكن نستخدم statistics اه نستخدم ال statistics عادي جدا نستخدم financial accounting عادي جدا نستخدم ال cost accounting عادي جدا عشان كده بنقول ان المانجيريال accounting هي اعم واشمل انت عارف فجأك اصلا ال cost accounting هي جزء من المانجيريال accounting وكتب لك المعلومة دي ان ال cost accounting هي is a board هي جزء من المانجيريال accounting خلاص يبقى احنا كده عارفنا الفرق ما بين اللي اتنين اوكي تعال بقى نخش على الموضوع الرابع دلوقتي هنبدأ الموضوع الرابع عندنا في التشابتر الموضوع الرابع اسمه managerial problems او المشاكل الادارية وقبل ما نبدأ الموضوع الرابع عندنا لازم الف نظرك لحالة ان اتداء من دلوقتي لحد نهاية التشابتر كل اللي جاي كلام نظري عن الادارة فانا ليا اسلوب كده في تدريس الاجزاء النظرية انا لو اديتك النظري زي ما هو كده مش هتفهم 100% واحنا عايزين نوصل لل 100% ما هو اي حاجة نظرية لها تطبيق في الواقع طيب فاحنا هنعمل ايه عشان تبقى فهم انا هدي لك الكلام النظري وهدي لك امثلة واقعية حصلت في الواقع بتشرح لك الكلام النظري عشان نوصل ان شاء الله لل 100% ما هو انا موجود عشان كده انا مش موجود عشان تأثر جملك كلمتين وتجدب على نفسك ان انت فهمت خلاص يلا نسمي الله ونبدأ الموضوع ده عشان هو كمان مهم ليك جدا ياب تاعة بيزنس طيب ركز متعرضش المشاكل تبقى انت غلطان لو انت فاكر ان كل الشركات بتحقق اهدافها او بتوصل لاهدافها بسهولة تبقى برضو غلطان مفيش شركة في الدنيا ما بتتعرضش المشاكل فاحنا مهمتنا دلوقتي نفهم اول حاجة يعني ايه اصلا مشكلة يعني ايه مشاكل ادارية خلاص يبقى احنا دلوقتي محتاجين نفهم يعني ايه managerial problems فاول حاجة قلتها لك ايه ان each organization اي منظمة في الدنيا المديرين اللي جواها بيبقوا فاكرين ان هما هيشتغلوا بسهولة هيوصلوا لاهدافهم بسهولة طبعا غلط لان فيه مشاكل بتظهر لهم while managers are expected to perform their managerial duties المديرين فاكرين ان هما هيقوموا بواجباتهم بسهولة فاكرين ان هما هيوصلوا الشركة الاهدافها بسهولة لكن بتظهر لهم شوية problems and one of the skills that every manager must possess is that of problem solving ركز بقى معايا كده اي مدير في الدنيا ما ينفعش نسميه مدير الا لو عنده سكال مهمة جدا اسمها problem solving حل المشاكل لو انت ما عندكش الاسكال دي هنفعش تبقى manager اصلا لان لان قلتلك اي شركة بتتعرض لproblem هو احنا لما نتعرض لproblem هنقعد نعاية ونصوت لأ لازم نحلها طيب الاسكال مشكلة اخرى يطلع لي مشكلة تالتة ونفضل نحل في مشاكل وننسى اهداف الشرك خلاص طيب تطبيق الكلام ده في الواقع بيكون عامل ازاي انا دلوقتي شركة الشركة دي سمعت ان ال customers او clients بتاعنا بيشتكوا من جودة الproduct بتاعنا الجودة بتاعتنا كانت كويسة بس مع مرور الوقت الجودة بتاعت المنتجات بتاعتنا قلت استنى احنا كنا شغالين في الشركة ماشيين في طريقنا لتحقيق اهدفنا ظهرت problem ايه الproblem there is sudden drop في مشكلة ظهرت فجأة the quality of products ال quality بتاعت الproduct بتاعتنا حصل لها drop قلت طيب دي مشكلة ظهرت احنا بقا هنقعد نفكر ده تأثيرها ايه اه تأثيرها ان اكيد ما بيعتنا هتقل اكيد الكستمر هيقعد يشتكي ويرجع هيعمل return للproduct طيب this situation is critical دي حاجة مهمة جدا هل نسكت عنها ولا لازم نعمل problem solving لازم نحلها ليه ان هي هتأثر على reputation بتاعت الشركة reputation يعني ايه سمعة الشركة او شهرة الشركة and could result in lost sales هنخسر ما بيعتنا لو ما حلناش المشكلة دي الاسكل دي اسمها ايه problem solving طيب احنا هنحل المشكلة طب هنحل المشكلة ازاي واحنا ما نعرفش يعني مشكلة اصلا صح فاول حاجة عايزين نعرفها what is the definition or what is the meaning of problem يعني ايه مشكلة تعريف المشكلة هم هيعرفونا المشاكل ماشي اعم a problem could be defined as المشكلة هي حاجة a thing that is difficult هي حاجة صعبة is to deal with هي حاجة صعبة تتعامل معها او حاجة مش عارف تتغلب عليها بسهولة او حاجة مش عارف تفهم هي ايه 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 المشكلة دي خلاص doubtful or difficult matter requiring solution doubtful معناها انا ايه ده مش عارف ده انا مش عارف حلها ازاي or something difficult حاجة صعبة requiring solution تطلب لحل مش او تتطلب لحل المانجمين ترمس كقدارة بقى احنا بنعرف المشاكل الادارية احنا عرفنا البروبلم بس الواحدة طب احنا عايزين نعرف المشاكل الادارية على بعض المشاكل الادارية يا طرح هنعرف اشتغلنا المشاكل الادارية اللي انا قلتها لك لما يبقى فيه فرق ما بين اللي انت توقعته واللي حصل الفرق ده بنسميه مشكلة طبعا يبقى اول حاجة بنعرف بيها المانجيريال problems ان هي any difference or discrepancy فرق برضو between actual situations المواقف الحقيقية اللي حصلت and expected او estimated situations اللي احنا كنا متوقعين اي فرق ما بينه مشكلة حل طب ممكن نعرف المانجيريال problem بايه تاني any obstacle obstacle معناها عاقق اي حاجة بتمنعك ان انت تحقق هدفك بنسميها managerial problem خلاص او a situation in which objectives are not being met او اي موقف الموقف ده وهنفهم يعني موقف بعد شوية ظهرلك منعك برضو ان انت تحقق اهدفك طيب الكلام ده تطبيقه ازاي تعال ناخد سيناريو نفهم من خلاله الكلام ده ما هو الكلام ده انت كذبت على نفسك ان انت فهمت بس تعال نثبته اكتر لو انا قلتلك ان احنا عندنا store ال store ده حصل فيه decline للسيلز ما بيعتنا قلت هل دي مشكلة او طبعا مشكلة تعال نوصف المشكلة انت عشان تعرف الحل لازم تعرف المشكلة فين الاول فاول حاجة هعمل وصف للمشكلة فيه مكان اسمه ABC لاحظنا ان ال store بتاعنا حقق او السيلز بتاعنا قلب 30% عن last quarter which is significant given that projected احنا كنا متوقعين اصلا ان مبيعاتنا تزيد بعشرة في المية ده التوقع ده ال estimation لكن ده اللي حصل ال actual فيه فرق ما بينهم مشكلة ادارية بيقولك ده احنا كمان اصلا عاملين marketing campaign ده احنا عاملين حملة عشان نعمل تسويق اكتر فبالتالي احنا ما كنا متوقعين بناعنا على الحملة دي ما بيعتنا تزيد لا ده ما بيعتنا قلت ب30% طيب تعال بقى نشوف هي دي قلنا عليها ليه managerial problem مش انا قلت ان دي managerial problem طيب وإحنا عرفنا ان managerial problem اللي هما التلات حاجات دول طب ما تي نوصف التلات حاجات دول في المشكلة اللي عند اول حاجة احنا قلنا managerial problem بتحصل بسبب difference فرق ما بين estimation و actual هو في difference طبعا ده واضح قصدك هو يبقى اول حاجة ان كان expected بتاعنا ان نحنا نزيد بعشرة actual L ب30 يبقى في managerial problem ده مش بس كده ده في obstacle هنا في عقق العقق بسبب ان في decline احنا مش عارفين سبب طب يا طرى العقق ده يعني ايه اللي خلى الشركة ما بعتها تقلب 30% هل انا عب افكر هل بسبب ظهر لنا منافس جديد ولا marketing campaign ما كانتش شغالة ما كانتش effective فانا بعد افكر افكر في العوائق او الاسباب اللي ودتني للحاجات اللي حصل طيب ثالت حاجة انت كده في الشركة مش هتعرف تحقق اهدافك انت كنت متوقع تزيد بعشرة قال ليه ب30 يبقى الobjectives بتاعتك مش توصل الله فانا عدى افكر احنا كان هدفنا ان احنا increase sales طيب احنا كده اهدافنا مش هتتحقق لازم ادور على حل الحل هندور عليه ازاي هنشوف قده قص يبقى احنا كده فهمنا كويس يعني ايه managerial problem واخدنا scenario عليها عشان نثبت معنى managerial problem كتب لك بقى هنا ان ان all problems كل بتتصف بحاجتين ركز معايا اي مشكلة في الدنيا بيبقى جواها two features goal and barriers انا عايز اتخرج من الكلية بتقدير امتياز ده هدفي ده goal بتاعي طيب العقق بتاعي ايه بروحش الجامعة ده كترة بتسقطني دي مشكلة مشكلة اي مشكلة بيبقى فيها حاجة اين هدف مشعارف توصل بسبب عواقق يبقى اي مشكلة فيها goals و barriers barriers يعني حاجة بتمنعك فييجي دور دلوقتي حل المشكلة problem solving طب يعني ايه problem solving problem solving معناها ان انت تتغلب على barriers دي عشان توصل لهدفك اه انا عايز اتخرج بامتياز فانزل كل يوم الجامعة احضر محضراتي اذكر كويس عشان اوصل للجول يبقى انا كده تغلبت على العواقق دي خلاص او العواقق دي حلو قوي يبقى كلمة problem solving معناها ان انا اتغلب على العواقق دي overcoming the barriers or obstacles that prevent the immediate achievement of goals ان انا اتغلب على الحاجات اللي بتمنعني من تحقيق هدفي طيب كتب لك ان المشاكل can be simple or complex بسيطة او معقدة ده كمان المشاكل مش بتحصل في الشركات بس لا دي بتحصل لل persons خلاص لل persons خلاص or ال organizations فكتب لك برضو هنا ملحوظة ان ال organizations المنظمات encounter problems on daily basis يعني اي شركة في الدنيا بتتعرض لمشاكل يوميا وكلمة مشكلة معناها ان انت مش عارف كلمة مشكلة معناها unknown انا داخل في حاجة مجهولة مش عارف في الحل هيبعمل ازاي واي مشكلة ماينفعش تسيبها لازم تعمل لها problem solving وكتب لك هنا ان في interpersonal relationships fail and businesses fail because of poor problem solving العلاقات الانسانية او المنظمات بتفشل بسبب ان انت تجهلت المشكلة او محلتهاش اصلا او حلتها حل كان سيء فهو بيقول لك هنا ايه المنظمات بتفشل بسبب ان ال problem solving كان بور ضعيف طيب in most cases الحتة دي مهمة جدا a problem may be an opportunity in disguise for an instance كتب لك مثال ركز بسمعي يعني ايه السطر ده واعلم عليه انا بحب اقول ان ال problem اي مشكلة تظهر لك في حياتك هي opportunity هي فرصة مخفية اي مشكلة هي بتمثل فرصة ديك فرصة ان انت تحسن من نفسك فرصة ان انت تعمل حاجة صح فهو بيقول لك انا الراجل in most cases اي problem بتبقى فرصة ان انت تحسن ادائك يعني لو جينا طبقنا على الشركات لو احنا لقينا كتب لك انا مثال for instance على تبيلي المثال لو انت لقيت ان ان ال customers بتوعك عملين يعملوا مشاكل بسبب ان ال delivery بيتأخر جدا بيقعد ساعتين ثلاثة فدي فرصة ان انت تحسن من ادائك شركتك انا لقيت الدنيا خربانة في الشركة ده كمان الناس بتشتكي لا خلاص بقى هاتلي بقى كل team اللي مسؤول عن الكلام ده ونحاسب هم يبقى problem كانت opportunity ان انت تحسن من ادائك اهو الشكوى اللي جاتلك هي مشكلة هي problem بس however that may be an opportunity ممكن تكون فرصة للإدارة ان هي تعيد ويدزاين ال production process and customer services نحسن خدمة العمل اكتر واكتر طيب دلوقتي هنيجي نتكلم عن how to recognize a problem احنا عرفنا يعني ايه مشكلة دلوقتي عايزين نعرف امتى نقول ان الموقف اللي حصل مشكلة هيعرفونا المشاكل ماشي يبقى احنا دلوقتي هنيجي نتكلم عن how to recognize a problem ازاي نعرف ان دي مشكلة قال لك بص the following are situations which usually signals having a problem امتى اعرف ان انا عندي مشكلة قال لك عندنا اشارات كده لو شفتها يبقى انت يا باشا عندك مشكلة احنا قريدي اتكلمنا عليها اول حاجة لو لقيتها يبقى انت عندك مشكلة رقم واحد ادائعا ادائعا مختلف يعني انحراف او اختلاف ادائعا ادائنا السنة مختلف تماما واضعف بكتير من السنين اللي فات يبقى كده فيه مشكلة ادائعا ادائعا طيب الموظفين الموظفين عمالين يشتكوا من الشركة عمالين يشتكوا من البرودكتس بتاعتي يبقى كده في مشكلة أربعة أداء المنافسين أنا الشركة الشركة بتاعتي بتخسر على الرغم من المنافس اللي جنبي اللي في نفس مجالي اللي في نفس السوق اللي أنا فيه بيحقق أرباح خيالية يبقى كده في مشكلة عندي صح يبقى بسبب أداء المنافس أنا عرفت أن أنا عندي مشكلة دي إشارات بتعرفك أن أنت عندك مشكلة طيب كده إحنا عرفنا كل حاجة عن الماناجيريال بروبلمز يعني إيه ماناجيريال بروبلم إزاي نعرف أن دي بروبلم وهكذا دلوقتي بقى هنخش على حاجة مهمة جدا هنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها بروبلم سيتيواشنز اكتب لي كده عند البروبلم سيتيواشنز إمتى المشاكل بتحصل تاني إمتى المشاكل بتحصل إمتى بروبلم سيتيواشنز أو المشاكل بتحصل لما يكون عندك حاجة من اتنين بيرفورمانس ديفشنسي أو بيرفورمانس بيرتينيتي تاني إمتى يكون عندي مشكلة في حاجة من اتنين بيرفورمانس ديفشنسي أو بيرفورمانس بيرتينيتي إحنا مهمتنا دلوقتي نعرف إيه الفرق ما بين بيرفورمانس ديفشنسي و بيرفورمانس بيرتينيتي تعال نبدأ بالبرفورمانس ديفشنسي اكتب لي كده عند الPerformance Deficiency انا عندي مشكلة في ادائي الحالي عندي مشكلة في ادائي الحالي يعني ايه كتب لك اكزامبل السيلف تيم فريق المبيعات بتاعنا كان متوقع ان احنا نبيع خمسمية ده التوقع بس احنا بيعنا تلتمية بس في فرق ما بين التوقع والحقيقي يبقى انا كده عندي حاجة اسمها Performance Deficiency مشكلة في ادائي الحالي يبقى الPerformance Deficiency هو عبار عن الجاب الفرق ما بين التوقع واللي حصل هو الجاب between what is happening and what should be happening what is happening معناها الActual الـ to be الـ estimated خلاص في فرق ما بينهم في فرق ما بينهم يبقى انا عندي مشكلة اسمها Performance Deficiency في ادائي الحالي لكن الPerformance Opportunity اكتب معايا ادائي الحالي تمام بس عندي فرصة احسنه تاني ادائي الحالي تمام بس عندي فرصة احسنه اكتر اكتر بنك في مصر عنده عملة هو البنك الاهلي خلاص الغني والفقير اللي بيعرف يقرأ اي فئة من الشعب المصري هتلاقي منها عملة موجودين عند البنك الاهلي هل البنك الاهلي ادائه الحالي كويس طبعا من احسن البنوك في مصر بس جه البنك الاهلي على الرغم من ان هو كان بيحق اعلى ارادات واعلى net income في مصر في قطاع البنوك قالك لا في حتة نقصة يعني انا ادائي الحالي تمام بس في مشكلة نقصة في حتة نقصة ايه الحتة النقصة ان الجيل الطالع هو عايز يقعد في البيت يعرف كل حاجة عن طريق الموبايل عايز يعرف رصيده في البنك كان عايز يحول فلوس من حسابه لحساب زميله او حساب حد تاني وهو قاعد في البيت لكن الجيل القديم ما يفرقش معاه بيروح الحد للنحظة دي للبنك فعشان كده البنك الاهلي يلاحظ ان ادائه الحالي يحسنه الفرصة في ان هو يعمل حاجة اسمها ايه ان هو يعمل حاجة اسمها موبايل بانك سوريسز وانت قاعد في البيت حاطت رجل على رجل تحول الفلوس تعرف حسابك في كام تسدد الفلوس اللي عليك وهكذا هل ده معناه ان قبل ما يقدم الميزة دي ادائه كان وحش كان ادائه تمام بس حسنه ده اللي بنسميه performance opportunity الperformance opportunity هو عبارة عن situation where is the potential عندي احتمالية for an organization ان احنا نحسن ادائه to perform better than current or for custom طيب وحطط لك هنا scenario السيناريو مثلا ان MBE اللي هو national bank of Egypt اللي هو البنك الاهلي هو بيقدم خدمته عادي جدا التقليد بس لاحظ ان الجيل اللي طالع جديد بيعتمد على tech technology فكرر ان هو يقدم digital solutions حلول رقمية وبسبب كمان الCOVID قال لك لا احنا لازم نعمل platform او application online يحل لنا المشاكل اللي ممكن تظهر لنا بسبب ان احنا مش موجودين في الحتة دي فراح عمل mobile banking services خلاص يبقى امتى المشاكل بتظهر في two situations وشرحنا الفرق ما بينهم كده احنا خلصنا الموضوع الرابع دلوقتي هنخش على الموضوع الخامس الموضوع الخامس اسمه ايه احنا عرفنا يعني مشاكل ادارية كويس جدا صح صح ثم تيجي بقى نشوف هو المشاكل اللي احنا ممكن نتعرض لها نوع واحد ولا انواع انواع يا بشا عندنا types of managerial problems انواع المشاكل الادارية احنا عندنا ثلاث انواع عندنا نوع من المشاكل اسمه structured problems اسمه structured problems وعندنا نوع تاني من المشاكل اسمه unstructured وعندنا نوع تالت اسمه crisis problems ماشي تعال ناخد نوع نوع ونفهم ده معنا يعني structured problems structure problems هي مشكلة بتحصل وعارفين حلها تاني هي مشكلة بتحصل وعارفين حلها عارف زي ميجا يقولك النت قاطع راستر راوتر ده مشكلة عارفين حلها يبقى structured problems هي routine and have clear solutions حلولها معروفة they are often repetitive بتحصل بتكرار كل بيقطع وتتسل بيهم يقول راستر راوت يبقى دي structured problems تعال ناخد مثال بجد عن structured problems عندنا في المصانع المصرية في مشكلة ده كمان في الثقافة المصرية مش في البصانع بس لما بنيجي نشتري اي جهاز جديد حضرتك بيجي معاه حاجة اسمها manual او catalog المانوال ده بيبقى فيه طريق تشغيل الجهاز او الماشين اللي انت جاب اول حاجة تيجي تعمل ها تمسك الكتالوج وترمي في زبالة يا باشا انا كده كده هعرف اشغل الجهاز ده الوحدي ده نفس الكنسبت اللي احنا بنعتمده عندنا في المصانع في المصانع تلاقي شارين ماشينز بملايين وانت عارف المصري بطبيعته فهلاوي يقولك الماشين يا باشا ده احنا نشغلها بسهولة كتالوج ايه وبتاع ايه ارمي الكلام ده احنا تعتل وماشينز ممكن تبوز فجينا بصينا لقينا ان كتبين في الكتالوج بتاعها ان هي ما ينفعش تشتغل اكتر من 6 ساعات فالعمال اللي عندنا في المصنع كانوا بيشغلوها 8 ساعات فالحل كان بسيط ومعروف يبقى ده اسمه structured معروف structured الحل ايه مكتوف في الكتالوج باشا كل 6 ساعات ريح الماشين بعدها ساعة الحل معروف ومشكلتنا اتحلت يبقى دي كانت structured problem عندنا النوع التاني من الproblem حاجة اسمها unstructured problems unstructured problems هي عكس unstructured مشكلة مش عارفين حل معها وعشان تحلها محتاج ابداع فكرة من برس صندوق خلصت دي الايه unstructured هي مشكلة سهلة ولا صعبة complex وعشان تحلها انت محتاج واحد مبدع يجيب لك فكرة innovative and creative فكرة من برس طيب عندنا النوع التالت crisis اللي هي الكارسة crisis problems زي ايه زي كوفيد وإحنا كنا عارفين ان في حاجة اسمها كورونا هتيجي لا دي كارسة حصلت الكارسة دي أصرت على كل الناس احنا كنا متوقعين ها دي بنسميها crisis problems يبار crisis هي حاجة بتحصل فجأة sudden بس لا unexpected غير متوقع وبيبقى ليها تأثير علينا وبرده مش عارفين نdeal with مش عارفين نتعامل معها مش عارفين نعمل ايه خلاص يبقى برضه نقدر نقول ان crisis problems ما بنبقاش عارفين حلها برضه بسهولة اوكي يبقى احنا كده خلصنا انواع problems اوكي طبعا حضط لك امثلة لو عايزت قراءها it's okay كده احنا خلصنا الموضوع الخامس فاضلنا اخر حاجتين عندنا في التشابتر الموضوع اللي بعد كده يا شباب اسمه ال characteristics of difficult problems الصفات اللي لو توفرت في مشكلة نقول ان المشكلة دي difficult صعبة اربع صفات اول حاجة المشكلة دي لو كانت عندها حاجة اسمها lake of clarity يعني عدم الوضوح يبقى دي مشكلة صعبة يعني lake of clarity انا مش عارف حد المشكلة فين مش عارف حد المشكلة فبالتالي مش عارف احلها هي دي هي دي بنسميها lake of clarity على سبيل المثال عشان تفع انا مبيعاتي وقع قليلة مش عارف السبب هعرف احل المشكلة لا يبقى المشكلة دي فيها صفة اسمها lake of clarity مش عارف تحددها يبقى lake of clarity بتحصل امتى لما البروبلم مش عارف تحددها فبالتالي مش عارف تعمل لها solution حل رقم اتنين multiple goals ركز معي الشركة عايز تزود ارباحها وفي نفس الوقت تقلل الدرائب اللي تدفعها للحكومة دول هدفين عكس بعض هنعرف نحققهم مستحيل يبقى كده في مشكلة المشكلة ان احنا عايزين نحقق هدفين عكس بعض يبقى دي مشكلة صعبة تعالوا نقرأ يلا multiple goals يقصد بيها ايه هدفين عكس بعض ان انت عندك goals opposite to one another طيب رقم ثلاثة multiple decisions and relations دي شبه اللي فوق انا عندي هدفين عكس بعض او ممكن يكونوا شبه بعض لو عكس بعض صعب حلا زي الكيس دي ازود ارباحي وقلل الدرائب صعب فبيقول لك هنا ايه where different goals could either coincide يعني الجولز ممكن يبقوا متطبقين يعني نقدر نحققهم هم الاتنين او might be as different as night and day ممكن يكونوا مختلفين تماما زي اختلاف النهار من الليل خلاص it is when they differ لما بيبقى فيه اختلاف ما بينهم زي المثال اللي انا مدهولك ده المشكلة بتظهر فبالتالي انت مش عارف تاخد decision خلاص بسبب ان في relation ما بينهم علاقة ما بينهم عكسية خلاص الproblem arise specifically with the lake of proper communication عملت هاتف الناس يا جماعة مش هنعرف نحقل هدفين دول محدش سمعك طيب المشكلة او الصفة الرابعة اللي لو توفرت في مشكلة نقول عليها مشكلة difficult time الوقت انا عندي مشكلة بس بصراحة المشكلة دي مش عارف حلها امتى يبقى دي مشكلة صعبة يبقى عامل الوقت مهم لو انت مش عارف هتحل المشكلة امتى يبقى المشكلة دي difficult تعال نقرأ when considering a problem we must estimate لازم نتوقع الوقت اللي هتاخده المشكلة عشان تتحل خلاص طيب لو معرفتش تتوقع يبقى دي مشكلة صعبة جدا كده احنا خلصنا النقطة دي تعال نخش على اخر اخر موضوع عندنا اسمه barriors to problem solving العواقق اللي بتمنعك من حل المشاكل اللي عليك احنا عندنا ثلاث حاجات بتمنعك ان انت تعمل problem solving اول حاجة حاجة اسمها irrelevant information ايه irrelevant information دي معلومات معلومات غير ملأمة انا عشان احل اي مشكلة لازم اجمع معلومات والمعلومات دي لازم تكون ليها علاقة بالمشكلة ملأمة للمشكلة relevant للمشكلة لكن انا عندي مشكلة سايبها وعمل اجمع في معلومات ملهاش اي صلة او ملهاش اي علاقة بالمشكلة ذات نفسها يبقى المعلومات اللي انا بجمعها دي معلومات غير ملأمة irrelevant تعالى اخد سيناريو عشان تفهم لو انت راجل مدير مدرسة لاحظت ان السماستر ده الطلبة درجاتها في الماث وليلة فالطبيعي ان انت هتروح تجيب الطلبة دي تجمع معلومات عنها تجيب درجاتهم في الماث السنين اللي فاتت وهكذا لكن المعلومات اللي هي ملهاش لازمة ان انت تروح تشوف اداءهم في حصة الالعاب تروح تشوف اداءهم في accident activities هل دليل لازمة لا يبقى دي معلومات irrelevant information ده اول حاجة irrelevant information مش هتعرف بناء عليها تحل المشكلة تاني حاجة حاجة اسمها البيز بايز يعني انت راجل متحيز لفكر معين والتحيز ده بيكون غالبا unintentional يعني غير متعمد يعني ايه انا راجل ما بشربش سجاير تهي المثال اللي عندك فانا بعمل survey عن رأي الناس في السجاير ف وانا بديهم survey انا جوايا تحيز انا ما بحبش السجاير دي طيب التحيز ده لما نيجي انطبقه في الشركات انا متحيز لرأي والرأي ده غزبا عني مش عارف اسمع رأي غيره يبقى انت برضو مش هتعرف تحل المشكلة طول ما انت ما بتسمعش لرأي تاني مش هتعرف تعمل problem solving اوكي الحاجة الثالثة الماين ست and fixedness معناها العقلية وما اضرعك وما العقلية و fixedness fixedness معناها بنسميها كده بالعربي انت عندك معتقدات مرصخة مرصخة في دماغك يعني ايه حاجة سبتة في دماغك مش هتتشال المشكلة ان احنا لما بتيجي تواجه اي problem عندك في الشركة يقولولك شوف اللي قبلك عمل ايه واعمل زيها عشان تحل المشكلة دي احنا عندنا في دماغنا معتقدات كده يعني مثلا في حاجة بتجنني ان انت لو لقيت شبش بمقلوب على ظهره يبجيلا حرام مين اللي لقى الحرام دي معتقدات احنا بنتوارسها بالاجيال يعني حاجات غريبة جد دي حاجات بنسميها fixation حاجات ستة مرصخة في عقلنا الشركات بقى بتيجي تعمل ايه لما بتواجه مشكلة بتيجي تقولك شوف اجدادنا عملوا ايه واعمل نفس الحل عشان نحل المشكلة دي طبعا ده غلط الزمن بيتغير مع تغير الزمن اكيد طريقة حلك للمشكلة لازم تتغير خلاص فبنقولك هنا ايه ان most people عندهم mindset عقلية معينة انا هحل المشكلة دي كده ايه باشا هي كده ماشي and this phenomenon الظاهرة دي is termed as بنسميها بقى عندنا fixation fixation يعني حاجة مترصخة في عقلك مش هتشيلها لو ايه حصل وبنقولك هنا ان الفيكسيشن دي هي حاجة psychological phenomenon حاجة نفسية بتبقى مريض نفسي تمام that is an obsession with strategies انت بتبقى مقتنع جدا بالطرق او الاستراتيجيات اللي قبليك استخدموها فانت معتقد دايما اننا عشان احيال المشكلة هستخدم الحل ده طب ما زي ما بتغير خلاص ودي الحاجة التالتة والاخيرة احنا كده خلصنا اول chapter chapter اتمنى انتوا استفدتوا chapter ده هو اغلبه نظري او كله نظري هو chapter بس بيفهمك احنا هنعمل ايه في chapter اللي جاي شوفكوا على خير ان شاء الله